السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هنتكلم عن منح ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا احنا اعرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا اطلع عليها كل شيء من احنا موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا اعرضنا سلسلة فرص التطوع قوي السفر الى الخارج. وكنا اعرضنا بعض المواقع لما خلتها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا اعرضنا فرصة كانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة تطوع فيه في اتنام شاملة معظم اي تكاليف. وتم علان الفائزين في هزي الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم اللي قول فيها حصرية عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة او منحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسفولة. وحب نوع كمان لجميع رابط جروباتنا على واتساب جروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في استراليا. يبقى الدولة اللي فيها المنحة دي هي دولة استراليا. تمام? الجهة المنحة اللي مقدمة المنحة دي هي اوستراليا. دي الجامعة اللي مقدمة المنحة وجامعة من افضل جامعات حول العالم. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. دولة من قارة افريقيا اسيا اي دولة تقدر تقدم ليه الفرصة دي بدون وجود اي مشكلة. بالنسبة للمرحلة الدراسية المرحلة الدراسية متاحة للماجستير والدكتوراه. الناس اللي عايز تدرس درجة الماجستير او الدكتوراه متاح لهم التقديم في المنحة دي. اما الناس اللي عايز تدرس درجة البكالوريوس او درجة غير متاح في المنحة. تمام? وطبعا المنحة دي منحة ممتازة جدا بتاخد اعداد كبيرة جدا. فدي اللي بيميز كمان المنحة. بالنسبة للتمويل بتاع المنحة. تمويل بتاعها صراحة الممتاز جدا. اول حاجة حضرتك هتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان. انت مش هتدفع اي شيء خالص. كل تكاليف الدراسة هتكون على حساب المنح. تانية حاجة حضرتك هتاخد راتب سنوي سبعة وعشرين الف دولار سنوي. هيدوك راتب سنوي هتاخده عشان يغطي لك كل مصريب بتاعتك من الطعام والسكن ما الى زلك. سبعة وعشرين الف دولار تعادل بالشهر حوالي الفين ومتين وخمسين دولار حاج زي كده. فطبعا مرتب كافي جدا جدا جدا. انت هتاخد الفين ميتين وخمسين دولار يغطو لك كل تكاليفك كمان يتبقى منهم على حسب يعني انت ميزانيتك في المعيشة كل شهر. يعني حاجة ممتازة جدا صراحة مرتب كبير جدا. آآ غير كده كمان هتاخد بدء الابحاث. الابحاث اللي انت هتعملها هناك اللي هي مشروع التخرج بتاعك وماء الى زلك. هتاخد لو انت هتدرس درجة الماجستير. الابحاث بتاعتك تاخد ربعمية وعشرين دولار. آآ وبالنسبة ليه للدكتوراه ربعمية وتمانين دولار. تمام? آآ ده بالنسبة للدكتوراه. هيا المفروض اصلا كانت تبقى تمنمية واربعين. مش ربعمية وتمانين. اسف بالنسبة للنقطة دي. تمام? يبقى الماجستير ربعمية وعشرين. ليه الدكتوراه تمنمية واربعين. وليس ربعمية وتمانين زي ما كاتبنا. طيب. هتاخد كمان اجازة طرفيهية مدفوعة الاجر. آآ ده هما قالوها زي ما هوريكو بعد شوية الاعلان الرسمي قالو ان فيه اجازة طرفية زي كده آآ هلدي ايه هتاخدها. آآ هتكون مدفوعة الاجر من قبل المنحة. كمان هيوفروا لك تأمين طب دولي. هيبقى فيه تأمين طب دولي آآ بحيس لقدر الله لو حدث لك مرض او حادث وهم هيدفعوا لك كل مصاريف الى لك. ده بالنسبة للتموين وصراحة تموين ممتاز جدا. طيب بالنسبة للتخصصات. ايه هي التخصصات المتاحة? هنا هتلاقي حضراتك كل طبعا دي الكليات آآ بصفة عامة وجوها كل كلية هتلاقي تخصصات فرعية زي هنا الانجنيرين بكل انواع موجودة الهندسة بكل انواع موجودة الفارماسي الصيدلة هتلاقي تمام هتلاقي هتلاقي تخصصات ادبية وقلمية تشوف كل تخصص آآ وتشوف كل كلية آآ انت حابب تنضم لها يعني تتعرف على الكليات اللي موجودة هنا عشان تشوف الكلية المناسبة لك. طبعا تخصصات كتيرة جدا وكليات كتيرة جدا. طيب هنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اقصر العمر. يعني لو انت عايز تدرس في المنحة دي مفيش حد اقصر العمر. آآ تقدر تدرس مفيش ماكسمام. آآ كمان متاحة لمعظم المراحل الدراسية زي ما كنا قلنا اللي هي زي الماجستير والدكتوراه ولا تحتاج شهالة لغة انجليزية بشكل الزام عند التقديم. المنحة دي مش مطلوب منك عند التقديم انك لازم بشكل اجباري تثبت او يعني ترفق شهالة اللغة الانجليزية. هي شهارة اللغة الانجليزية مطلوبة في المنحة دي. ولكن لو اتقابلت في المنحة ممكن انك ترفق شهارة اللغة الانجليزية. لو انت درست مرحلة سابقة باللغة الانجليزية. درست بتاعك باللغة الانجليزية فانت معفي من شهارة اللغة الانجليزية. آآ لو انت درست بلغة اخرى غير اللغة الانجليزية. آآ تقدر تقدم حاليا ولكن فيما بعد لو تم قبولك لازم تثبت لهم اي شهادة اه على ايجادتك للغة الانجليزية تمام طيب اه كده اتعرفنا عن الملاحظة دي بالنسبة بالاوراق المطلوبة اهي الاوراق المطلوبة في المنحة دي الاوراق المطلوبة اول حاجة حضرتك خطة بحس تمام هيكون في في مجموعة مقالات عن خطة بحس اه عن اه تخصصك تمام فانت لازم تجهز خطة البحس دي باعناية لانها من اهم اهم الاشياء في اه تاني حاجة اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه لازم تجيب شهارة التخرب بتاعتك اه اول تكشف الدرجات اللي فيه كل المواد اللي انت درستها بدرجة كل مادة ولازم ترفقه برضو اه شهارة اللغة الانجليزية لو عندك اللغة الانجليزية حاليا ان وجدت انا اكتب لكم هنا ان وجدت يعني مش شرط الزامي عند التقديم تمام ان وجدت عند التقديم ممكن ترفيقها لو مش معك خلاص بتقدم بدونها اه واخر حاجة مطلوب من حضرتك اتنين خطابات توصية اونلاين وكنا شرحنا سابقا خطابات التوصية اونلاين وازاي بتكون طيب اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو واحد وتلاتين اغسطس الفين وعشرين يعني لسه قدامك وقت تقدر تجهز كل اللي نقصك تقدر انك تتعرف اكتر عن المنحة تشوف الجامعة كل هذه الاشياء لسه متاح عندك الوقت فتحاول تجهز كل الاشياء اللي نقصة عندك اه وهنا في ملاحظة ان احنا كخناة منح من كل الالوان بنتي حملية التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي لاي فرصة اه وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود فيه صندوق الوصف اسفل الفيديو تم لأ الاستمارة واحنا ان شاء الله في خلال مندة قصيرة بنتواصل معاك وبيتم الاتفاق على المنحة اللي انت عايز تقدم عليها من خلالنا ولو انت عايز تقدم بنفسك على اي منحة طبعا احنا بنعرضها مش مشكلة دي حاجة بترجعلك اتبع شرح الفيديو ويمكن ان انت تندم بنفسك عادي برضو. طيب هنا انا هتطلوك الانكين اول حاجة ده الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل هتلاقي ملف في كل التفاصيل وهنا التمويل التمويل اللي احنا كنا شرحناه هنا هتلاقي هما ذاكرين هنا للتمويل ده الملف اللي فيه كله اه فهنا بيقول لك اهو ان فيه سبع عشرين الف دولار اه في السنة هتكون ليه اه هيكون تمنمية واربعين دولار للدكتورال لابحاس ربعمية وعشرين هيكون فيه اللي هو التأمين الطبي اه اجازة مدفوية الاجر كل الكلام ده اه هيكون على حساب الجامعة وهي اللي هتوفر لك كل هزي الاشياء تمام? وطبعا دي بقى بعض الحاجات عن المنحة والشروط وما الى زي كتقدر تقرأها برضو. ده بالنسبة للعلان الرسمي اللي هي المنحة. طيب نروح بقى بعد كده لعملية التقديم. ازاي ممكن نقدم في المنحة دي? هتيجي حضرتك هنا هتلاقي لينك اه قدم الان تضغط عليه عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. اه اللينك هيفتح معاك بالشكل ده. ده الموقع الرسمي للجامعة اللي هو استراليا. فهتلاقي هنا بطلب منك حاجة اسمها ابليكيشن نمبر وباسورد. طب ايه الحاجات دي? الحاجات دي لو انت سجلت قبل كده يعني لو انت اه عملت تسجيل على الموقع. طيب انا كمستخدم جديد ما عملتش تسجيل على الموقع. تعمل ايه? تروح تضغط على دي هنا اولا عشان تسجل على موقع المنحة. تمام? لما تضغط على هيزر معاك الصفحة دي مطلوب منك هنا مجموعات اسئلة. تكتب اسمك اسم العائلة. اه تحط بقى بتاعك المفضل. تحط بتاعتك انك متقدم اه من خارج استراليا متقدم دولي. اه تختار تكتب الايميل بتاعك هنا وتعمل للايميل. اه تكتب هنا يعني اه اللي موجودة هنا دي تكتبها. تمام? وبعدين تضغط على كلمة لما تخلص تضغط على كلمة وهنا في السؤال ده خلي بالكم بيقول لك البروجرام اللي انت عايزه وعايز يكون ايه? لو انا مسلا عايز ادريس ماستر او دكتوراه فالافضل تختار اللي انت عايز تنضم البرنامج اه دراسي بخطة البحث بتاعته. تمام? يعني بمشروع التخارج يكون فيه اللي هو النظري والعملي. تمام كده? فبعد لما تملى البقنات دي كلها تضغط على كلمة وبعد لما بتضغط على كلمة بتوصلك رسالة على الايميل بتاعك اللي انت كتبت وانا ايميلك الشخصي. رسالة دي بيكون موجود فيها دول الحاكتين دول اللي هما والباسورد. دول بيوصلوا لك على الايميل بتاعك. بتاخد انت من الايميل بتاعك وبتاخد الباسورد وبتضغط على كلمة لوجين عشان يفتح معاك الابليكيشن وموقع المنح. طيب لما تضغط على كلمة لوجين هيظهر لك الابليكيشن بالشكل ده. وهتلاقي ان انت مطلوب هنا منك كزا تملاه تمام? فكل سكشن بتملاه. يعني مسلا اول سكشن هنا مطلوب هو معلوماتك الشخصية. هنا هتلاقي في السكشن ده انت لازم تحط عن معلوماتك الشخصية. اسمك. تاريخ ملادك. بتاعك. آآ تتكلم عن الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. كل الحاجات دي تكتبانة. تملا البيانات دي. بعد كده تخش على الخانة التانية الادرس. في خانة الادرس هيكلمك عن البيانات بتاعتك. آآ دولتك الحالية. هل ليك عنوان مؤقت ولا لأ رقم تليفونك. كل هزي الاشياء تحطها. هل انت مقيم خارج استراليا ولا دخل استراليا حاليا? كل معلومات دي تحطها. تمام? وبعد لما كل خانة بتملاها من دول تضغط تروح ضغط على عشان تخش الخانة اللي بعدها. طيب هنا هتلاقي بقى بالنسبة لانجليش اجادة اللغة الانجليزية. بيقول لك هل آآ انت هنا اخدت امتحان لغة انجليزية في خلال اخر اربعة وعشرين شهر اخدت امتحان. لو انت والله دلوقتي معاك شارية اللغة بتضغط كلمة ياس وبترفق لهم شارية اللغة اللي معاك. بيقول لك حط انا با بيانات شارية اللغة اللي معاك. تمام? لو انا مش معي شارية لغة حالية بضغط على كلمة نو عشان خلاص. يعني يقول ان انا حاليا مش معي. وبتكمل في عادي. بعد كده اللي هي الخلفية التعليمية بتاعتك السابقة. انت درست ايه سابقا آآ درست الدراسة كاملة مسلا آآ آآ خلصت كل المتطلبات الدراسية بتاعتك فبتجاوب على كل الاسئلة دي هنا. تمام? وهنا آآ بعد كده اللي هي البرنامج اللي انت عايز تدرسه. فآآ هنا انا هعمل تمام? عشان بس ايه? اوريكو ازاي ممكن تختار البروجرام. فبتضغط على ان انت عايز ماستر او دكتوراه من هنا. وبعد كده بتعمل سيف وكنتينيو. تمام? وبعد كده آآ بتختار البروجرام. انا مسلا عايز اختار البروجرام ده هنا اكواد. البروجرام هنا اكواد. تمام? فاكرين البرامج اللي احنا كنا قلناها هنا. كل برنامج من دول وليه كود. الاكواد دي موجود على موقع المنح. فانت بتشوف الكود ده بالنسبة للتخصص ده وبتختاره من هنا. تمام كده? آآ وبعد لما بتختار التخصص بقى بتعمل سيف وكنتينيو وبتخش على الخطوة اللي بعدها. اللي هي هنا بقى لخطة البحس. هنا خطة البحس هتلاقي موجودة في شكل اسئلة. آآ هنا هتلاقي كذا سؤال لازم تجاوب عليه تكتب بتاع خطة البحس تكتب المشكلة اللي انت بتعرضها في خطة البحس تكتب الوصف بتاعها حل المشكلة. كل الاشياء دي لازم تكتبها هنا. تمام اللي هيتابع معاك الدراسة هناك. لو انت تابلت في الملحة يكون في استاذ معاك هناك. آآ هيكون معاك خطوة خطوة هو اللي هيتابع معاك مشروع التخرج. آآ وهو اللي هيكون بتاعك. فهم بيقولوا هنا لو انت كنت تواصلت معه استاذ جامعي. قلنا مين الاستاذ ان انت تواصلت معاه. وهل هو هل هو قبلك ولا لا? لو انت ما تواصلتش مع استاذ جامعي مش مشكلة. بتضغط على كلمة نو هنا. مش مطلوبة بشكل لزمي انك لازم تتواصل مع استاذ جامعة اول ما توصلتش خلاص بتضغط على كلمة نو عشان آآ تسيب الاجزاء دي فاضيه طيب بعد كده في حاجة اسمها بابليكيشنز بابليكيشنز دي هي آآ لو انت مسلا ليك اي آآ منشورات يعني نشرت ابحاثة او اي شيء آآ بتقول ياس وبتكتب اسماءهم لو انت ما نشرتش ومعندكش اي بابليكيشنز خلاص بتضغط على كلمة نو بتعمل آآ بتخش الخطوة اللي بعدها هنا لو عندك اي خبرة في العمل بتحطها بيقولك هنا هلأ عندك اي خبرات في العمل لو ما عندكش بتضغط على كلمة نو بتخش على الخطوة اللي بعدها هنا هنا اختيار المنحة ركز بقى معي في الجزئية دي عشان احنا في الجزئية دي هنختار المنحة تمام هنا تلاقي عندك كزا شكل من دول بيقولك يعني آآ تختار منحة حكومية ولا ايه الاسم المنحة اللي انت عايز تقدم عليها فتيجي عند اخر جزئية دي فتيجي تضغط على الجزئية دي وبعدين تروح ضغط على اسم المنحة دي ده اسم المنحة اللي احنا عايزين نقدم عليها تضغط على الجزئية دي على اساس انك عايز تقدم للمنحة دي تمام كده آآ بعد ما بتخلص الجزئية دي بتخش على جزئية التوصية اللي هي قلنا مطلوب منك اتنين آآ شخصين عشان يعملو لك التوصية تمام فبتحط بياناتهم زي ما يظهر معنا دلوقتي هطلع علينا الخلطين بتاعة الشخصين تحط بياناتهم طبعا الشخصين دول ممكن يكونوا آآ اصحاب عمل او ممكن يكونوا مدرسين عندك يعني مدرسين عندك مسلا في الجامعة درسولك او كده فبتكتب بياناتهم هنا مطلوب آآ الشخص الاول وهنا ده الشخص تاني تكتب بيانات كل واحد وبعد كده تعمل تمام وهنا بقى دي آآ بالنسبة لجزئة هتلاقي عليها بعض الاسئلة يعني مسلا انت سمعت على المنحة دي منين ايه هي لغتك الاصلية الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا تجاوب على الاسئلة دي وبتخش على جزء في الاخر اللي هي المرفقات آآ بالنسبة لجزء المرفقات هنا هنا الجزئية دي لو عندك اي شهادات اضافية اي شيء اضافي آآ مسلا كورسات هنا بيقول لك لو انت عندك لو انت عندك كورسات عندك شهادات آآ آآ تقدير مسلا عندك كل هزي الاشياء آآ فتعمل آآ وتضيف هنا يعني شهادات مدعمة اكتر تمام كده طيب وهنا بقى في الجزئة الاخيرة تروح بقى اخر خالص اللي هو انهاء التقديم في المنحة بعد لما تملك كل ده بتروح حضرتك بتقرأ الشروط بيقول لك يقرأ الشروط وبتلاقي في الاخر كده المربع ده بتضغط ان انت موافق وانك ماليت كل البيانات دي بنجاح وبعد كده بتضغط على كلمة لما بتضغط على كلمة يبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح من غير وجود اي مشكلة تمام يبقى التقديم مش صعب لازم تركز فيه كذا عندنا بعد لما بتخلص بتضغط على اي اكسبت وبتضغط وبكده بيكون تم التقديم بنجاح وتنتظر ان شاء الله رد المنحة آآ منحة ممتازة جدا يعني آآ آآ تمويلها صراحة كبير وخرافي راتب سبع وعشرين الف دولار سنويا آآ ما فيه كمان راتب للابحاث رسوم الدراسة مجانا اجازة طرفية مدفوعة الاجر تأمين طبي اشياء كتيرة جدا فاتمنى انكم تقدمو لها انها منحة ممتازة جدا وان شاء الله بيزنى اللي يكون بالتوفيق ولا يقول لكم في المنحة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى